انه اساس اساس المعاصي اللي بنعملها اساس الغلط اللي بيطلع مننا هوى هوى اصلا ربنا خلقنا هيدا ربنا خلقنا في الدنيا يمتحننا بايه بايه بانك تجاهد اهوائك وشهواتك انت هتبقى هيضع فيك غريزة وفطرة انك بتحب الكأن الاسم والبنت ده وهيضع فيها مفاتن وزينة معانا انت بتحب المنظر ده بتحب انك تشوفها بتحب انك تزني بتحب انك تجامع امرأة ده ده وط ده فيها ده فيها ده اعلى شهوة فينا نوع السلام قال ما تركت فتنة على امتي اضار من النساء تمام وبعد كده يطلب منك ايه اضبط الشهوة دي جاهد الهوى ده الهوى ده الهوى ده عايز يعمل ايه عايز يفتح الرابع فيطلب منك في الموقف ده ايه انك جاهد ده انت لازم تفهم دي لازم تفهم الامتحام مبني على ايه الفجر الساعة 4 وانت بتحب النوم جدا ويقول لك ايه 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 جاهد بقى اللقطة دي انت لو ما لقطتش دي هتبقى دايما بتدور بس على الدين اللي هو ايه لو ما فيهوش مشكلة مع نفسي ده مش موجود اه ده مش موجود ده موجود مثلا مثلا لو هم 365 فجر 20 30 فجر اللي هو انا 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 مطبق اه الفترة دي طب الباقا ما هي انت هتحسب على كل الفجر طب الكن اصطل يعني ايه البنات دي وحشة فمش البسط طب الباقا ماهوғا ايه اه 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 الاغلب فيه اتباع الاغلب فيه تباع هوا الاغلب فيه موجهدة يعني ابوي يا امي واللهنهارده داني بالجنيه وبقيت الايام بيضربني صح؟ طب ما احنا اللقطف ده انت لو ما لقطتش دي هتقع زي ما اليهود وقعه هتقع زي ما قريش وقعه ابو جاهل قالها صراحة قال ايه ما هو ابو جاهل قلتلك القبلية ابو جاهل من عيلة النبي صلى الله عليه وسلم لا ابو جاهل من قبيلة تانية او يعني مش قصدي قبيلة قريش قصدي من بطن تانية فهو يقول كنا وبني هاشم كفرسي رهان عاملين زي الحصنين بتسابقوا احنا نعمل كذا احنا نعمل كذا هم ليهم السقية احنا لينا كذا فاحنا عيلتينه بتنفسه وده الاصل عند العرب انا قبلت ايستبقى احسن واحدة فاجانا يطلع منهم نبي وانا امشي وراه مستحيل إنت فهم ابو جاهل بيتكلم في حييه ؟ بيتكلم في هوا وانت بتكلم في هوا طب ليه مينفعش حط الفلوس في البنك? نحن هعمله اتمنى يا عما كل الملتزمين متجوزين ومخلفين ووجدين Own Look I can live here ايا هو أنا برضو هنا القبط فاما تكلمني بالعقل بير게 أ Boeing مش هينفع. فانت لازم تلقط دي لو ما لقطش دي تلبس لبسة اليهود ولبسة قريش. لابسة صريحة. انما لو لقطها ساعتها تعرف بتشم انت هواج ده بتشوفه. ربنا يقول ايه واما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى. هو عارف نفسه بتعمل ايه دلوقتي. وقال لأ لأ. عارفين عمل زي ايه زي البنت في الحجاب كده. والله من من الامتحانات المباشرة هي شهوة البنت اعلى شهوة عند راجل الجنس. مش البنت مش كده. بنت اعلى شهوة عندنا ايه? عايزة تشوف نفسها جميلة. ومش بشكل يعني اه رخم. لا هو انا بحب كده. حتى لو هم يعني هيشوفون مش هيشوفون انا حب قصر جمالي واستمتع بيه. ده شهوة البنت. فانتقلق ايه بقى? ايه بقى غطي بقى الجمال ده وتحجيبي. ايوه هي. هي مقصود. تيجي بقى واحدة وليك. والله يبقى شكلك احلى بالحجاب. مستحيل يا بنتي يبقى شكلك احلى بالحجاب. لو شكلك احلى بالحجاب يبقى ايه? يبقى مش حجاب يا جماعة. يبقى مش حجاب والله. مستحيل تبقى احلى بالحجاب. مفيش بنت هتبقى احلى بالحجاب. يعني شعر و جسمه و ميك اوب و بيرفيوم. ده كل ده هيتشاله هتبقى يا ميندي. مفيش. مش موجودة والله. يعني مش موجودة. ليه? لانه هو ده انك تضبط الشهوة دي هتستمتع بجمالك بشكل معين بظروف معاناة مع ناس معاناة في حتة معاناة في طريقة معاناة انما الاصل انها تجاهد فتيجي واحدة لا انا انت لايش انت احلى بالحجاب والله انت احلى بالحجاب ويحلفه وما هيكيد احلى بالحجاب لان ده مش حجاب برضه ده لبس عادي بس داية شوية فمهم جدا انت تلقط دي انك تلقط الخناء اللي مع الهواء الحرب اللي مع الهواء شكاية رب الله يقول كذا مرة ارأيت من اتخذ الهه هواه بقى هواه هو اللي بيقومه احنا نعمل كذا احنا نعمل دلوقتي احنا نصحط دلوقتي احنا نعمل دلوقتي هو ماشي ورا هواه فخلي بالك من دي